أجهزة لوحية رائعة من هواوي نتكلم عن أجهزة لوحية بتفيدك مثلا في مجال الأعمال أو حتى للدراسة وإذا تريد تستخدمها بشكل هذا كأنها خنقوا اللابتوب أو جهاز محمول مع الكيبورد أو تقدر أنك تفصلها وتستخدمها كجهاز لوحي أو معك طبعا القلم للكتابة والرسم فبهذا الفيديو خلني أتكلم لك عن الميتباد اير وكذلك الميتباد 11.5 خلني نتعرف عليها أكثر بهذا الاستعراض والمراجعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلأوا الله ومسهلا وحيكم مرحبا في فيديو جديد معنا عبدالغفيص ومعنا جديد الأجهزة لوحية من هواوي واللي أنا شخصيا استخدمت الأجهزة لوحية من هواوي الفترة طويلة وكل سنة قاعد أشوف أنه فيه تهسن أو فيه تطور من ناحية التصميم من ناحية مواد التصنيع الجودة كذلك الإضافات التي تكون موجودة سواء من ناحية الاكسسورات مثلا الآن في عندنا الماغنتيك كيبورد الجديد أو كذلك الإضافات التي تكون على النظام وتساعدك مثلا من ناحية الرسم أو الكتابة أو الإنتاجية والترفيه بشكل عام فخلنا نتعرف عليها بهذا الفيديو لكن كالعادة قبل أن تكمل اشترك بالقناة لو كنت غير مشترك وفعل جرس التنبيهات وبسم الله نبدأ بلاتم بنتكلم عن الميت باد اير فمن ناحية التصميم جايك بالبريميوم ديزاين أو التصميم المميز والرائع كذلك اللي هو جودة التصنيع والجسم مع الوزن الخفيف وكذلك النحيف فهنا نتكلم عن 508 جرام من ناحية الوزن والسمك اللي هو 6.4 ملي فهذا يعني أنه بيكون مناسب أثناء التنقل أو كذلك مثلا لما تبغى تطلع أو حتى لو أنت محاضر ولا من خلال الدورات فلما تمسك الجهاز الفترة طويلة ما راح يضايقك أو يأثر عليك بسبب اللي هو السمك وكذلك الوزن كذلك بيقدم لك الأداء السريع وتجربة الجهاز الفائق مع المواصفات والمزايا الموجودة فيه فلننتكلم عن المعالج في عندنا هنا معالج سناب دراجون 888 معرام 8 جيجا وتخزين إما 128 أو 256 وفي نسخة اللي هي تدعم ال LTE أو الشريحة وفي نسخة الثانية اللي هي تدعم الواي فاي فقط كذلك من ناحية الاجتماعات أو مكالمات الفيديو فالجهاز بيكون مناسب طبعا الكاميرا الأمامية اللي هي بدقة 8 ميجابيكسل وتدعم أيضا اللي هو الفل اتش دي من ناحية الفيديو كذلك فيها ميزة أو تقنيات الفالو كام وهذه اللي الكاميرا بتتبع يعني الحركة فمثلا لما تروح يمين لما تروح يسار بتتبعك الكاميرا وبتعطيك له جودة أفضل من ناحية المكالمات وكذلك الاجتماعات طبعا من ناحية الشاشة فعندك هنا شاشة LCD الفل فيو بدقة 2.8 كي فـ 2.8 كي كذلك الميزة الرهيبة فيها اللي هو التردد المية و 44 هيرتز السوبر موشن فيها مزايا حماية العين الـ TUV طبعا هنا عندك Adaptive فبيتغير من 30 هيرتز إلى 144 هيرتز على حسب المحتوى اللي انت قاعد تشاهده أو قاعد تستخدمه وهذا حتى يوفر لك البطارية وما يستهلك البطارية بشكل كبير ولما نتكلم عن الشاشة من ناحية الدقة من ناحية الألوان من ناحية السطوع فبتخدمك بجميع استخداماتك سواء كانت للدراسة أو الانتاجية أو حتى المشاهدة الفيديوهات والألعاب وغيرها من الاستخدامات فبتكون الشاشة جميلة جداً مرح تعاني من أي مشاكل أو بتكتمل هذه التجربة وجمال الشاشة طبعا مع التجربة الصوتية الرائعة فعندك هنا أربع سماعات ستيريو سبيكر بتجربة الصوت فيها جميلة لمن ناحية له مستوى الصوت أو حتى الجودة تدعم المؤثرات الصوتية وتقنية هواوي هستن فبيعطيك له تجربة ممتازة سواء مشاهدة الفيديوهات أو حتى باستخدامه للترفيه واللعب وكذلك الجهاز يعطيك تجربة انتاجية أفضل مع الاكسسورات فهنا نتكلم مثلاً عن الماغنتيك كيبورد الجديد واللي بتقدر أنك مثلاً تستخدمه بهذا الشكل أنه يعني الجهاز مع الكيبورد وتستخدمه كأنه لابتوب وتكتب فيه أو جهاز محمول أو تقدر أنك حتى تفصل الكيبورد الوحدة وتسند الجهاز فممكن حتى الشاشة تكون بعيدة عنك وليس على طاولة وأنت تستخدم الكيبورد بشكل منفصل وممكن حتى تستخدم الماوس معاه وتتحكم بالجهاز طبعاً برضو في عندك القلم اللي هو الامبنس للجيل الثاني للرسم للكتابة لتسجيل الملاحظات بالاجتماعات فبيفيدك بكل هذه الأمور ومثل ما قلت أعجبني اللي هو الماغنتيك كيبورد الجديد بالمزايا والخدمات اللي قاعد يقدمها وإنه بيظل مرتبط من خلال البلوتوث حتى لو فصلتها وحتى ممكن مثلاً أوقات أبغى أطلع لكن ما أحتاج الكيبورد معاي فأشيل الجهاز بهذا الشكل وأستخدمه كمسند أو كمثبت للجهاز اللوحي وبنفس الوقت كأنه كفر حماية من الخلف فبيعطيك أمور ممتازة ولما مثلاً تحتاج الكيبورد بكل سهولة تقدر أنك تربطه أو تشبكه أو تشيله معاك بهذا الشكل كذلك هواوي قدمت مجموعة من التحسينات على الكتابة والرسم وفي مجموعة من التطبيقات اللي يدعمها القلم ويمكن أهمها اللي هو تطبيق الهواوي نوت ففي عندك أمور كثيرة تقدر أنك تسويها وتقسم الشاشة أو تتحكم مثلاً بالزوم وغيرها من الأمور اللي من خلال القلم أيضاً لما تضغط عليه مثلاً ضغطتين بيحولك إلى مثلاً الممحاف فأقدر أني أمسح الكتابة اللي سويتها وغيرها يعني من الاختصارات اللي تقدر تسويها من خلال القلم فإذا كنت شخص فعلاً يعني يبغى يعتمد على الجهاز اللوحي على موضوع الكتابة هنا تم تطويرها بشكل كبير وبيخدمك بجميع أعمالك وعلى طالل البرامج والتطبيقات فالجهاز اللوحي أو الميتباد إير يعمل بنظام الهاربوني 3.1 مع متجر تطبيقات هواوي الأب غالري واللي تطور بشكل كبير هذا المتجر يعني كل مرة نتكلم أو نستعرض أحد منتجات هواوي يكون المتجر تطور وصار فيه مجموعة من التطبيقات والبرامج الأساسية اللي نحتاجها حتى تطبيقات جوجل صارت موجودة يعني لو تلاحظ فيه هنا عندي أغلب التطبيقات أو إذا ما هي كلها سواء نتكلم عن الجيميل نتكلم عن جوجل درايف حتى اليوتيوب موجود وأقدر أني أستخدمه وأسجل دخول بحسابي فأغلب التطبيقات أقدر أني أحملها من متجر هواوي الأب غالري حتى نتكلم مثلا عن سناب شات عن تيك توك الفيسبوك الانستغرام تويتر التليجرام جميع التطبيقات اللي تحتاجها باستخدامات كليومية بتقدر من خلال اللي هو متجر هواوي الأب غالري وفيه شرح كامل اتكلمت عن هذه الأمور بحط لك الرابط بالوصف ممكن أنك تشوفه إذا ما كان عندك خلفية عن موضوع النظام أو موضوع التطبيقات وكيف أنه تحسن أو توفرت فيه أغلب التطبيقات اللي نحتاجها حاليا كذلك ما ننسى ميزة دعم الجهاز الفائق فالجهاز اللوحي حاليا تقدر أنك توصله مع الجوال لو معاك هاتف من هواوي أقدر أني أوصل الجوال بهذا الجهاز اللوحي وأشوف شاشة الجوال من خلاله أفتح التطبيقات أنقل الملفات أفتح الستيديو أنقل صورة بين الجهازين كذلك لو وصلت لي مكالمة أقدر أني أرد عليها من خلال الجهاز اللوحي وأيضا أقدر أني أربطه باللابتوب وأستفيد مثلا من ميزة تقسيم الشاشات أو توسيع الشاشات وأنه مثلا تكون شاشة اللابتوب على الجهاز اللوحي هذه ممكن أستفيد برضو من القلم أني أرسم أو أكتبه أو أحدد أو أقدر أني أستخدمه كشاشة إضافية مع اللابتوب وغيرها من المزايا اللي بتخدمني للإنتاجية أو حتى نقل الملفات بين الأجهزة بشكل سريع فهذه مثلا نقول إذا أنت شخص تبغى للدراسة حتى مثلا كمصمم شخص يبغى يرسم يبغى يعدل مثلا على الألوان من خلال اللايت روم أو من خلال أي تطبيق على الميتباد اير فبيقدر بشكل أفضل باستخدام القلم وهذه أكيد أنه بترجع لاستخدامك وحاجتك بالأخير يعني نتكلم إذا أنت تبغى للدراسة في مجموعة من التطبيقات والأمور اللي بتفيدك إذا تبغى للإنتاجية والتصميم فبرضو بتفيدك هذه الميزة بعدة أمور كذلك الجهاز يدعم الواي فاي 6 وأيضا من خلال البلوتوث ممكن أن يرتبط بعدة أجهزة بنفس الوقت وهذا بيعطيك لهو اتصال أسرع واتصال أفضل مع الأجهزة المختلفة ومع كل هالمزايا والتقنيات عندك هنا بطارية 8300 ميلي امبير واللي بتكفيك البطارية مشاهدة فيديوهات حتى 12 ساعة لما اتشغل الفيديو اللي هو من داخل الجهاز والبطارية تقريبا يعني بتجلس معاك وقت طويل من خلال التجربة وطبعا في عندك شاحن السوبر تشارج الـ 40 واط اللي موجود داخل الصندوق أما جهازنا الآخر اللي هو الميتباد اللي 11.5 يشابه الميتباد اير بكثير من المزايا والخصائص طبعا الشاشة 11.5 كل الجهازين برضو في عندك كناع اللي هي شاشة الاسي دي الفول فيو اللي هي الشاشة الكاملة دقة 2.2 كي من ناحية الألوان من ناحية السطوع بيكون اللي هو جهاز جيد من هذه الناحية كذلك من موضوع اللي هو التصميم أو جودة التصنيع وكذلك الجسم المعدني فكلها بتحصل عليها مع هذا الجهاز أيضا من ناحية الوزن وكذلك السمك فعندك هنا 499 جرام من ناحية الوزن أو السمك 6.5 ملي ويعتبر مناسب الجهاز لوحي بهذا الحجم وكذلك شاشة تدعم 120 هيرتز وفيها مزايا حماية العين التي وفي طبعا في أربع سماعات استيريو اسبيكر كذلك في عندك لهم ميزة الفالو كام أو تتبع الكاميرا برضو موجودة بهذا الجهاز وهي اللي بدقة 8 ميجابيكسل والخلفية 13 ميجابيكسل أيضا برضو يدعم مزايا الجهاز الفائق فتقدر أنك توصله بأجهزة اللابتوب أو كذلك بأجهزة الجوال من هواوي نفس الكلام اللي تكلمنا عنه بالميتباد إير كذلك من ناحية دعم الإكسسوارات والإنتاجية برضو في عندك سمارت كيبورد اللي برضو تقدر أنك تستخدم مثلا تطبيقات أو أي تطبيقات للإنتاجية أخرى وبرضو يدعم اللي هو الإمبنسل للجيل الثاني نفس القلم المدعوم بالميتباد إير فبرضو تقدر أنك تستخدم من ناحية الرسم والكتابة أيضا من ناحية النظام فهو هارموني ونفس الكلام اللي تكلمنا عن موضوع التطبيقات والمتجر هو نفس الكلام اللي ذكرنا عن الميتباد إير فبرضو هنا تقدر أنك تستخدم تطبيقات جوجل وغيرها من التطبيقات الموجودة عندك وتحملها جميعا من مجر هواوي الأب غالري وتستفيد برضو من الهواوي نوت وميزة تقسيم الشاشة وغيرها من المزايا الموجودة بالنظام والبطارية هنا 7700 ميلي إمبير وتجلس معك تقريبا حوالي 10 ساعات من مشاهدة الفيديوهات والتي أعجبني أيضا هنا اللي هو مسألة ستند باي أو لما يكون بضع الاستعداد أو ما تستخدم الجهاز ما في استنزاف للطاقة فبرضو هذه ميزة بتفيدك مثلا أثناء التنقل أو أثناء السفر بيكون محافظ أكثر على البطارية أخيرا من ناحية التوفر والأسعار فالأجزة الآن متوفرة للطلب المسبق والميتباد 11.5 متوفرة بسعر 1099 ريال نتكلم عن 290 دولار تقريبا والميتباد اير متوفرة بسعر 2199 ريال نتكلم عن 580 دولار تقريبا وبتحصل بالوصف رابط الشراء وكذلك كود خصم إضافي وهدايا الطلب المسبق لهذه الفترة فإذا كنت مهتم بأحد هذه الأجهزة ادخل الرابط وشيك على العروض والهدايا كذلك استخدم كود الخصم حتى تحصل على توفير إضافي شارعات شاركوني رأيكم بالتعليقات وكتبوا لي إيش أكثر جهاز أعجبكم أو الجهاز اللي ناوي تستخدم أو حتى لو عندك تجربة سابقة مع الأجهزة اللوحية من هواوي شاركنا إياها بالتعليقات ولا تنسى الاشتراك واللايك وأشوفكم في فيديو جاي والسلام عليكم